في البرازيل عدد الذين يطردون من أملاكهم بالقوة في ازدياد مستمر فعلى هامش الاستعدادات لكأس العالم في كرة القدم عام 2014 والألعاب الأولمبية عام 2016 التي تنظم في البلاد السلطات دمرت ألاف المنازل لبناء الأبنية والمكاتب والطرقات والملاعب وضع تندد به الشبكة ونشطاء يتحركون لمساعدة المواطنين منظمة ويتنس غير الحكومية تعاونت مع منظمة هابيتات انترناشنال كواليشن لتعليم المواطنين كيفية استخدام آلات التصوير وذلك لسماح لهم بنشر الأشرطة التي تشهد على عمليات الطرد التعسفي التي يتعرضون لها المبادرة بدأت تؤتي ثمارها على ما يبدو فالعشرات من الأشرطة المصورة تجتاح الشبكة هنا مثلا سكان ريستينغا في ولاية ساوباولو يخبرون كيف اضطروا لترك مساكنهم وعملهم في بعض الأحيان من دون أي تعويض بسبب أعمال بناء طريق سريع سكان فافيلة دومترو القريبة من ريو دي جانيرو يؤكدون بدورهم أن من يرفض ترك منزله أو عمله عليه أن يعيش وسط الأنقاض لأن السلطات ترفض أن تناطف المكان ما لم يرحل الجميع هذه الطريقة كما يقول النشطاء تستخدمها السلطات لإجبار الفقراء على ترك منازلهم